موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائينا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس البرنامج يعرض على شاشة قناة المصلية الفضائية أتمنى من إخواني الأطباء الطبيبات اللي يرغبون يشاركون بالبرنامج يشوفون أكو مواضيع تفيد المواطن تفيد المجتمع احنا نرحب بالجميع ياريت أنه من كافة الاختصاصات اللي يرغب يشاركنا بالبرنامج ممكن أنه نرتب الأمر حسب وقت الطبيب المشارك اللي يحب يشارك ممكن أنه حسب وقته يعني هو يحدد الموضوع اللي يشوفه مناسب وإحنا حاضرين رحب الجميع رابط حلقة البرنامج ينشر على اليوتيوب تحت عنوان برنامج الطبيب والناس قناة الموصلية الحلقات كلها منشورة على اليوتيوب وإحنا همعن نشورها على الفيس للفائدة والمصلحة اللي ما قدر يتابع الحلقة ممكن أنه يتابعها عن طريق الناس موضوعنا لهذا اليوم موضوع كل شيء كثير من عندنا يحتاجوا وإذا ما كلتنا نحتاجوا يعني أنا أعتقد 90% من المواطنين يحتاجوا لهذا الموضوع ولكن المشكلة أنه التطبيق مالتنا مو تطبيق بصورة صحيحة موضوعنا هو أسباب وعوامل نجاح وفشل حمية الكيتو مثل ما تعرفون حمية الكيتو انتشرت بالأون الأخيرة انتشرت كثير يعني موجودة كثير من الناس على الطبقة أكو ناس تجي تقول والله أنا عملت كيتو وفشل مثلي أنا ستعملت كيتو وفشل بس ينجح إن شاء الله ولا هو ما فشل يعني يعني نحن للمسحة ولكن هو النظام صحيح صحي أولا صحي إذا طبق بصورة صحيحة يعني ما نحن نطبقه من ذات نفسنا نقول ايه والله أنا دعم الكيتو راح أعمل فلان شيء وعمل فلان شيء وعمل فلان شيء هذا هو لا أكو طريقة صحيحة لازم نتبعها فأكو عوامل راح تشوفوها من خلال البرنامج تساعد أنه شوف أكو قسم من الناس نجح عندهم الكيتو يعني حمية الكيتو وأكو قسم بالعكس يعني ما نجح عندهم حمية الكيتو لأسلوبهم الخاطئ يعني هم ما عرفوا وشون يطبقوا بصورة صحيحة حلقتنا لهذا اليوم حلقة جميلة جدا والمحاضر المحاضر نحن نقول زيانه المقدم دكتور شام هو هم محاضر ما شاء الله عليه بأسلوبه الرائع إن شاء الله يقدمنا حلقة بعنوان عوامل وأسباب نجاح وفشل الكيتو دكتور هشام إبراهيم العلاف طبيب اختصاص دكتورة طب الأسرة فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس عنوان هذه الحلقة هو الفشل والنجاح في حمية الكيتو واللوكار طبعا في البداية لا يسعني إلا أن أشكر زميلي وصديقي العزيز دكتور بشار محمد زكي الجادر على استضافته لي في تقديم هذه الحلقة والشكر موصول أيضا لقناة الموصلية التي الداعمة دائما لمثل هذه البرامج المفيدة موضوع اليوم هو موضوع النجاح والفشل في حمية الكيتو واللوكار وهو موضوع مهم جدا لأن هذا الموضوع عندما يفهم الشخص ما هي مقومات وأسباب الفشل والنجاح في حمية الكيتو واللوكار سيكون عندها معرفة تامة وجيدة في هذه الحمية لخصتها في ثلاثة أسباب رئيسية أول هذه الأسباب تتعلق بتفكير الشخص الذي يقوم برحلة نزول الوزن وأسباب أخرى تتعلق بجسم الشخص نفسه وأسباب أخرى تتعلق بالبيئة المحيطة بالشخص الذي يقوم برحلة نزول الوزن الأسباب الأولى أو القسم الأول هو أسباب تتعلق بتفكير الشخص أو فهمه لرحلة نزول الوزن النقطة الأولى وهو الفهم الخاطئ لنظام الكيتو أو اللوكار يعني الشخص الذي يقوم بهذه الحمية ليس لديه الدراية الكافية في حمية الكيتو والتعليمات والأمور المهمة الواجب معرفتها في هذه الحمية من حيث الأغذية من حيث نسبة البروتينات والدهون والكاربوهيدرات فنلاحظ بأنه بعد فترة يفشل في هذه الحمية ويكون السبب في فشل هو الحمية نفسها بينما السبب هو التفهم والتطبيق الخاطئ لهذه الحمية السبب الرئيسي أو النقطة الأساسية المهمة جدا وهي الاستعجال في الحصول على النتائج وهذه نقطة مهمة جدا يجب على الشخص الذي يقوم بحمية الكيتو واللوكارب أن يفهمها أنا دائما أقول وأنصح المراجعين أنه نحن لم نحسب السنوات الذي زاد فيها وزنا فلماذا نحسب الأشهر والأيام في نزول الوزن؟ أربعة خمس سنوات زاد الوزن أشرين وثلاثين كيلو ونريد خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أن نصل إلى الوزن المثالي لا يوجد هكذا شيء في حمية الكيتو واللوكارب ولا في أي حمية أخرى موجودة النزول السريع هو نزول مرضي وليس صحي وهذا الشيء خاطئ عادة بشكل عام النزول يكون من كيلوين إلى أربع كيلوات خلال الشهر وهذه الأرقام تتغير بين فترة وأخرى لذلك يجب على الشخص أن لا يستعجل في الحصول على النتائج لأن هذه العملية تحتاج وقت طويل وتحتاج صبر وتحتاج فهم للحصول إلى النتائج المرضية كذلك التركيز على الوزن في هذه الرحلة وهذا شيء خاطئ كما تعرفون بأن الجسم يحوي على الإضام يحوي على الماء يحوي على الدهون يحوي على العضلات الميزان لا يعطينا نسبة الدهون ولا يعطينا نسبة العضلات يعطينا الوزن الكامل والكل فقط للجسم بينما المقاسات اللي هي مقاسات الرقبة مقاسات الخصر مقاسات الورك عند النساء هي التي تعطينا نسب نزول الدهون في الجسم فقد يكون الشخص تنزل نسبة الدهون لديه بينما نلاحظ ثبات الوزن بسبب زيادة الكتلة العضلية لديه فهذه الكتلة العضلية تعطي وزن فبالتالي سوف يكون الميزان ثابت بعد شهر أو شهرين والذي قد يسبب إحباط للشخص وقد يترك هذه الحمية بتفكير خاطئ منه بأنه فشل في هذه الحمية بينما عندما يفهم بأن المقاسات والدهون هي التي تنزل وهي الأساسية في نزول الوزن فراح يستمر في رحلتهم من النقاط المهمة أيضا وهي المقارنة مع الآخرين يشوف زميل إلى يشوف أخ أو صديق ينزل مثلا بالشهر أربع كيلوات خمس كيلوات بينما يلاحظ ويقول بأنه أنا نزلت فقط كيلو أو كيلوين ويقارن نفسه مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشخص نزل خمس كيلوات هذا الشخص نزل عشر كيلوات وهذه المقارنة هي خاطئة جدا أبدا لا تقارن نفسك مع الآخرين كل شخص له فسلجة خاصة في جسمه له عمليات أيض خاصة في جسمه قد يكون حرقه سريع قد يكون حرقه بطيء ما دام هناك نزول في المقاسات وإن كان بطيئا في بعض الأحيان فهو يعتبر نزول أيضا هذه النقاط يجب أن يفهمها التي تتعلق بتفكير الشخص وإدراك الشخص لهذه الحمية طبعا دائما يجب أن يكون الشخص هو فاهم جيد ومدرك لحمية الكيتو واللوكارب قبل البدء بها حتى يتم تطبيقها بالشكل الجيد حتى يتم تطبيقها بالشكل الصحيح وحسب التعليمات والأساسيات في الكيتو حتى بعد ذلك يحصل على النتائج فاصل ونواصل عدنا معكم أعزائي المشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة ونتناول فيها أسباب تتعلق بجسم الشخص هناك أمور مهمة جدا لها علاقة في نزول الوزن مع الشخص الذي يقوم برحلة الكيتو واللوكارب من أهم هذه الأمور هو قد يكون الشخص الذي يقوم بهذه الحمية يعاني من أمراض مزمنة تحول دون نزول الوزن والحصول على النتائج طبعا من أهم هذه الأمراض هي قصور الغدة الدرقية فنلاحظ بعد أن قام بهذه الحمية لا نجد النتائج المرجوة فيتم عمل بعض الفحوصات الخاصة في الغدة الدرقية فتظهر النتائج هو قصور في الغدة الدرقية حيث أن هرمون الغدة الدرقية مسؤول عن عمليات الأيض في خلايا الجسم فعندما يكون هناك قصور في الغدة الدرقية سوف تكون عمليات الأيض ضعيفة وبطيئة وبالتالي لا يحصل الشخص الذي يقوم بهذه الحمية على النتائج لذلك دائما نقول بأن أي تطبيق لحمية سواء كانت حمية الكيتو أو اللوكارب أو الحميات الأخرى يجب أن تكون باستشارة طبيب حتى يلاحظ إذا ما كان هناك أي أعراض للغدة الدرقية ويحاول أن يحل هذه القضية وأيضا هناك بعض الأشخاص يتناول أدوية معينة مثل بطريقة أو بفترة طويلة مثل الأدوية المضادات أدوية استيرويد والأدوية للتهابات هذه الأدوية تعمل على احتباس السوائل تعمل على زيادة الوزن بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسكري هناك بعض هذه الأدوية يسبب زيادة في الوزن فعندما يقوم بهذه الحمية ويطبقها بالشكل الصحيح تلاحظ بأنه لا يحصل على النتائج الجيدة فبالتالي قد يكون هو السبب هذه الأدوية التي يتناولها والتي تسبب ثبات الوزن لديه نقطة مهمة أيضا وهي طبيعة حرق الجسم التي تختلف من شخص إلى آخر كل شخص له فسلجة معينة كل شخص له عمليات أيض قد تختلف من شخص إلى آخر كثير مننا يلاحظ بأن هناك أشخاص يتناول ثلاثة أربعة أو حتى خمس وجبات باليوم وتلاحظ بأنه يتميز بشكل وجسم مثالي ولا يزداد بالوزن بينما أشخاص آخرين إذا تناول كمية قليلة أكثر من حاجته تلاحظ أنه يحدث له زيادة في الوزن هذا ليس بخلل معين هذا هو طبيعة هذا الجسم طبيعة عمليات الأيض طبيعة الحرق لديه تختلف من شخص إلى آخر فلا يأتي الشخص ويقول أنني فشلت في هذه الحمية ولكن هذه هي طبيعة جسمه يجب عليه أن يلتزم بالتزام تام لكي ينزل بالوزن ويحصل الشكل المثالي الذي يريده نقطة أيضا مهمة جدا تتعلق بالرياضة عدم ممارسة الرياضة لها تأثير كبير في الحصول على الشكل المثالي لماذا؟ الرياضة بشكل عام ليس لها تأثير كبير في إنزال الوزن يعني شخص إذا نزل 10 كيلوات الرياضة سوف تكون مسؤولة عن كيلو ونصف فقط بينما 8 كيلوات ونصف الأخرى راح تنزل من التزامه بالغذاء الصحيح ولكن الرياضة لها تأثيرات أخرى مهمة من أهم هذه التأثيرات هي تحسين المزاج فبالتالي راح يقل أدنى هرمون الكورتيزول وهذا الهرمون يؤدي إلى أيضا تقليل من هرمون الإنسولين والذي يعتبر من الهرمونات الخازنة للدهون الرياضة لها أيضا تأثير في زيادة الكتلة العضلية كلما الشخص زادت عند الكتلة العضلية كلما حصل على شكل متناسق بسبب الشكل الجميل للكتلة العضلية كذلك الكتلة العضلية نفسها لها القابلية على الحرق أعلى من الكتلة الدهنية وأيضا الرياضة تعمل على زيادة وتحفيز هرمون النمو والذي يعتبر من الهرمونات الحارقة للدهون وكلما ازداد هذا الهرمون كلما ازداد حرق الدهون الإفراط في الرياضة أيضا له تأثير سلبي على الجسم كثير من الأشخاص مارس الرياضة بشكل يومي ساعة أو ساعتين لمدة خمسة أيام ستة أيام الأسبوع كله ولكن نشوف نتائج غير جيدة ويقول بأنه الرياضة ما عجب نتائج أو لم يحصل على نزول جيد في فترة الحمية السبب هو الإفراط في الرياضة كما أن تقليل الرياضة أو قلة الرياضة لها تأثير على ثبات الوزن كذلك الإفراط في الرياضة لماذا؟ لأن عملية الإفراط في الرياضة تؤدي إلى عدم راحة العضلات فبالتالي تؤدي إلى أن العضلة تتأذى خلال الرياضة ولا تحصل على الراحة التي نسميها فترة الريكوفري التي تحتاجها العضلة حتى تعيد بناء نفسها وتكون ذات قوة أكثر فيجب أن نمارس الرياضة بشكل معتدل عندما نمارس رياضة عنيفة أو شديدة نوعا ما خلال ساعة أو ساعتين نحتاج إلى ما لا يقل عن يوم أو يومين أو حتى ثلاثة أيام لإراحة هذه العضلة فبالتالي ترجع قواها وتبني نفسها مرة ثانية وتكون عملية الحرق أيضا قوية نقطة أخرى مهمة جدا وهي أنه عندما الشخص يبدأ بهذه الحمية بعد فترة شهر أو شهرين يكون لديه الصيام المتقطع ويتناول وجبات قد تصل إلى وجبة أو حتى بالكثير وجبتين خلال اليوم ولا يحس بالشبع مثل قبل فيقوم بتقليل هذه الوجبات بحجة أن تقليل هذه الوجبات سيسرع من عملية حرق الدهون أو لسبب أنه لا يحس بالشبع بالبجوع عفوا مثل قبل هذا تصرف خاطر لماذا؟ نحن بشكل عام دائما أشبه هذه العملية بشخص يتنقل من محافظة إلى محافظة أخرى فرح يتنقل بسيارة السيارة هذه تحتاج إلى وقود لتوصله إلى المحافظة الأخرى الجسم نفس الشيء يحتاج إلى وقود بكمية كافية لكي يقوم بعملية الحرق تقليل هذه الوجبات وعدم تنويعها من حيث الدهون والبروتينات والكاربوهيدرات كما ذكرت لكم سابقا في الحلقات السابقة كل هذه الأمور تؤدي إلى ضعف في عملية الحرق لأن يحس الجسم أنه دخل في حالة مجاعة فبالتالي سوف تقل عملية الحرق وسوف يؤدي جسمه وسيدخل في مرحلة لثبات الوزن الزيادة في السعرات الحرارية أزيد من حاجة الجسم أيضا تؤدي إلى ثبات الوزن وتؤدي إلى عدم الحصول على النزول المطلوب لماذا؟ لأننا بحمية الكيتو واللوكار نتناول الوجبات حسب طاقتنا وحسب حاجة جسمنا ولكن بكمية أقل قليلا حتى نستخدم الباقي من حاجة الجسم من المخزون من الدهون في الجسم فإذا تناولنا كميات كبيرة راح يؤدي ذلك إلى أنه نستهلك هذه الكميات التي نتناولها ولا نلتجي ولا يلتجي الجسم إلى المخزون من الدهون لذلك دائما نقول ونكرر لا تأكل حتى تجوع وتناول الطعام حتى الشعور بالرضا وليس الشعور بالتخمة هذا فبالتالي نحتاج وجبة أو وجبتين متنوعة فيها كمية جيدة من البروتين حتى لا يحدث تساقط للشعر أو الضعف أو التعب مع الحركة كميات جيدة من الدهون كميات جيدة من الفيتامينات عن طريق الشراب والأملاح عن طريق الشراب الكيتوني قبل كل وجبة وكذلك صلطة الخضروات الورقية ضرورية جدا لذي يتمد الجسم بالأملاح والمعادن فبالتالي يجب أن نوازن هذه الكمية ونأكل حتى الرضا ولا نأكل حتى الجوع فاصل ونواصل عدنا معكم أعزائي المشاهدين والقسم الأخير من هذه الحلقة وهذا القسم هو ضروري جدا ومهم في حمية الكيتو واللوكارب من أسباب النجاح والفشل في حمية الكيتو واللوكارب هي أسباب تتعلق بالبيئة المحيطة بالشخص الذي يقوم بهذه الرحلة عندما الشخص يعيش في بيئة مليئة بالتوتر والقلق هذا التوتر والقلق سوف يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتزول ارتفاع هرمون الكورتزول سيؤدي إلى ارتفاع هرمون الإنسولي فبالتالي سيثبت من هرمون النمو والذي سيؤدي بالتالي إلى إيقاف عملية حرق الدهون فالتوتر والقلق الزائد عن الحدود المقبولة هو له تأثير سلبي على هذه العملية كثير من الأشخاص يتناولون وجبات بالشكل الصحيح اتبع التعليمات ملتزم بالرياضة ملتزم بتنظيم وجباته لكن تشوف بعد فترة لا يكون هناك أي نزول السبب هذا هو القلق هنا لا أتكلم عن القلق بفترات قصيرة أو التوتر بفترات قصيرة من العصبية أو التعرض لمثلا مشكلة معينة هنا أنا أتكلم عن القلق المزمن القلق لفترات طويلة طبيعة الشخص في أن دائما يكون قلق وهذا يؤدي إلى ارتفاع مزمن لهرمون الكورتزول كلنا نتعرض إلى حالات تؤدي إلى أن نشعر بالقلق نشعر بالتوتر نشعر بالانزعاج نشعر بالعصبية هذا شيء طبيعي سوف يرتفع هرمون الكورتزول ولكن سيرتفع لفترة قصيرة وليس لفترة طويلة بينما الشخص الذي يتميز شخصيته بالقلق والتوتر دائما سوف يكون لديه ارتفاع مزمن في هرمون الكورتزول فبالتالي هذا الارتفاع المزمن سيوقف عملية حرق الدهون بل قد يزيد من الوزن والمقاسات فيعز ذلك إلى سبب الحمية والحمية ليس لها علاقة بهذا الموضوع ولكن طبيعة الحياة التي يعيشها هذا الشخص والبيئة التي يعيش بها هي التي تؤدي إلى النتائج الغير مرضية بالنسبة له نقطة ثانية مهمة جدا هي النوم كثير من الأشخاص أيضا يقوم أو يطبق تعليمات الخاصة بأحملة الكيتو واللوكارب على أتم موجه ولكن تجي تسأل على النوم ينام ساعة ثانتين ينام ساعة ثلاثة ينام ساعة أربعة أو حتى الصباح ويريد أن يحصل على نتائج ولكن لا وجودة للنتائج لماذا؟ لسبب النوم الغير منتظم سبب النوم القليل نحن من نجي النام لازم ننام في أوقات الأكثر مع منتصف الليل لماذا؟ لأن هناك هرمونات ترتفع خلال فترة الليل وهرمونات تنخفض خلال فترة الليل وكذلك في النهار هرمونات ترتفع وهرمونات تنخفض فهناك أمور خلقها الله سبحانه وتعالى نحن بالنوم الغير المنتظم نعمل على تغيير هذه الهرمونات فنلاحظ بأنه لا نحصل على نتائج جيدة هرمون النمو يرتفع مع اقتراب الليل وعندها النوم هذا الهرمون كل ما ارتفع كل ما أدى إلى حرق الدهون بشكل جيد حيث أن 60% تقريبا من عملية حرق الدهون تتم خلال نومنا هرمون الكورتيزول عندما نسهر ولفترات طويلة تصل إلى ساعة ثانية أو الثالثة سوف يرتفع بينما هو يجب خلال الليل أن ينخفض فبالتالي هذا الهرمون من راح يرتفع مثل ما حكينا قبل شوية راح يأدي إلى إيقاف حرق الدهون نقطة مهمة أيضا وهي عدم تنظيم وجبات الطعام هذه بسبب البيئة التي يعيش بها هذا الشخص دائما مناسبات دائما عزايم دائما خروج مطاعم خارج البيت الوجبات هذه أكثرها مثلا لا يحضرها يجبر على بعض الأغذية والوجبات وهذا أيضا بسبب البيئة التي يعيش بها فيجب على هذا الشخص أن يطبق أو ينظم وجباته خلال النهار يقلل قدر الإمكان من تغيير الوجبات إلا في بعض الاستثناءات أو في بعض الأوقات التي نحتاج فيها إلى تغيير الوجبات فهذه النقطة مهمة جدا أضيف إليها نقطة أخرى مهمة جدا التعرض أو الاستماع لانتقادات من قبل الأقارب من قبل الأصدقاء على الحمية التي تقوم بها وأن هذه الحمية تسبب حصاء في الكلا تسبب دهون في الكبات تسبب مشاكل مستقبلية صحيح بعض هذا الكلام الذي يقوله زملائك أو زميلاتك هو صحيح ولكن عندما نطبق هذه الحمية بشكل خاطئ عندما لا نتناول الشراب الكيتوني بالشكل الصحيح عندما لا نأكل الخضروات بالشكل الصحيح لذلك دائما أنصح لكل شخص يقوم بهذه الحمية أن تكون تحت إشراف طبيب متخصص بهذا الموضوع لماذا؟ لأن فعلا حمية الكيتو أو اللوكارب إذا تمت بطريقة خاطئة ستؤدي إلى بعض الأثار الجانبية التي نحن نتجاوزها عندما نأخذ الشراب الكيتوني بالشكل الصحيح عندما نأكل الخضروات وصلت الخضروات الورقية بالشكل الصحيح فبالتالي سنلغي هذه الآثار أو المشاكل التي تحدث مع حمية الكيتو واللوكارب فأنصح هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الحمية قد تتعرض لانتقادات قد تتعرض لكلام من قبل الأقارب والأصدقاء بأن هذه الحمية خطرة بأن هذه الحمية تؤدي مشاكل فمن تكون تحت إشراف طبيب لا تأثير عليها وأيضا عادة حمية الكيتو تطبق لفترة قد تصل إلى خمسة أو ستة أشهر بعدها يحول على حمية اللوكارب فهذه الحمية تكون جيدة ونوعا ما سهلة للشخص وآثارها الجانبية تكون قليلة جدا قياسا بحمية الكيتو وأخيرا أنبه إلى نقطة مهمة جدا كل شخص يقوم بهذه الحمية عليه الالتزام بثلاثة نقاط رئيسية قبل أن يبدأ بهذه الحمية النقطة الأساسية يجب أن تمتلك الإرادة 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 إذا الشخص ليس لديه الإرادة في تطبيق هذه الحمية سيكون من الصعب عليه تطبيقها فلازم يكون لديك إرادة جيدة في تطبيق هذه الحمية والنقطة الثانية هو الالتزام الالتزام بتعليمات الحمية الالتزام بتعليمات الطبيب الالتزام بتنظيم الوجبات الالتزام بتنويع الوجبات من الدهون والكاربوهدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تناولها في هذه الحمية وكذلك الرياضة هذه كلها مهمة جدا في أن نلتزم بها ونحصل على نتائج جيدة وأخيرا النقطة هي الاستمرارية الاستمرارية في هذه الحمية لا تنتظر نتائج سريعة لا تنتظر خلال شهر أو شهرين ستحصل على الشكل المثالي لا تنتظر خلال أسبوع أو أسبوعين أنزل أربع كيلوات وخمس كيلوات لأن سمعت هذا الرجيم يؤدي إلى النزول بهذه الأرقام كلا تعامل مع طبيعة جسمك تعامل مع طبيعة الحرق كن هادئ في هذه الرحلة استمتع بهذه الرحلة احرص على تطبيق الأمور أو المقومات التي تؤدي إلى نجاح أو هذه الحمية التي ذكرتها قبل قليل وأطبقها بالشكل الصحيح وانتبه عليها وسوف تحصل على النتائج الجسم دائما أقول ليس بمرياضيات هو واحد زائد واحد يساوي اثنين الجسم هاليوم يرتفع وزن شوية غدا يخفض شوية فأكو تغييرات كثيرة فستجية في الجسم ما دامك تطبق النظام بشكل صحيح ما دام مهتم بالعوامل التي تعمل على نجاح هذه الحمية فسوف تحصل على نتائج جيدة انظر إلى النتائج الإيجابية غير الوزن حصلت على طاقة أكثر حصلت على نشاط أكثر نومك تعدل كثير أو انتظم بشكل صحيح عدم شعور بالجوع وهي من أهم أسباب نجاح هذه الحمية هو عدم الشعور بالجوع كباقي الحميات القدرة على الصوم لفترات طويلة مع نشاط وأحيوية خف الألم بالركبة والمفاصل وكذلك الظهر والخفة في الحركة كل هذه نتائج إيجابية غير نتائج الأرقام التي نلاحظها بالمقاسات والوزن انظر إلى هذه الجوانب الإيجابية واستمر في عملية أو رحلة النزول واستمتع بها حتى تحصل على النتائج جيدة في الختام أحب أن أشكركم على الإصغاء وأتمنى أن المعلومات هذه سوف تكون مفيدة هذه المعلومات مهمة جدا قبل ما تبدأ هذه الحمية لازم تفهم هذه المقومات التي تؤدي إلى نجاح أو فشلك بالكيتو راجع هذه المعلومات قبل ما تقول بأنني فشلت في حمية الكيتو واللو كارب وسوف تحصل على نتائج جيدة شكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين شكرا جزيلا للأخ دكتور هشام إبراهيم العلاف طبيب اختصاص طب أسرة على المحاضرة والحلقة اللي الحمد لله كلش مفيدة وأتمنى أنه الناس التابعة بدقة يعني ما أتابع جزء وأترك جزء أتابع جزء وأترك جزء لأنه هو شيء متعلق بشيء مثل ما ذكرنا بالبداية أنه كثير من الناس أتطبق حمية الكيتو ولكن يجي أتطبق حمية الكيتو يحسب أنه حمية الكيتو بس لازم أكل لحم وقعد الصبح لحم والظهر لحم والعصر لحم والمغرب لحم وبالليل لحم يقول والله هي الكيتو لازم أنا أكل لحم يابا ما يخالف كل ولكن ما تأكل ما الواحد ما جاء عبالك الشيء ما يكن أكل أو تقول عبالك كان حصار علينا وفتحوا الباب ما يخالف نحن نقول للمريض أنه يأكل ولكن بصورة صحيحة وبنظام غذائي صحي إحنا إذا طبقنا برنامج الكيتو بصورة صحيحة طبعا أكو كثير من الأمراض ممكن أنه يعني تقل أو ممكن أنه يعني المضاعفات مالتها تقل إذا طبقنا نظام الكيتو بصورة صحيحة يعني باستشارة طبيب و باستشارة أصحاب اختصاص يعني أنا من الأساسة إذا جاء حديث يسألني عن الكيتو يجوز عندي معلومات عامة ممكن أنه يعني يقول له يعني معلومات عامة ولكن أكو نقاط أساسية ضمن يعني ضمن البرنامج مالحمية هذه فقط أبو الاختصاص هو اللي يعرف بيها ليش؟ لأنه إحنا إذا مشينا بصورة صحيحة يعني البرنامج راح ينجح عندنا والغاية إحنا من البرنامج هو أنه إحنا نقلل السمنة إحنا ما بس نقلل السمنة هو أنه الويحد يضعف لا خلي يضعف ولكن يكون الوزن مالته صحي و يعني ما تروح نظارة الوجه ما الجسم يصير عنده هزال ما تأثر على يعني تشكلنا أمراض أخرى فالتطبيق البرنامج حمية الكيتو يجب أن يكون بصورة صحية أنا ممكن أتابع برامج أتابع فيديوهات لناس أصحاب اختصاص أنا أرجع وأعيد وأكرر مرة ثانية أنه أهل الاختصاص هيم يعرفون بيها فإحنا ممكن أنه نطبق البرنامج بحيث أنه نتابع ممكن فيديوهات ممكن منشورات لناس مختصين في هذا الأمر مو أي شخص أو واحد ما عنده شهد أو واحد والله أنا طبقته برنامج الكيتو ونزل وزني وعمدته فلان شيء وكدته فلان شيء لا أكو أمور إذا طبقناها بالكيتو رح ينجح وأكو أمور أخرى إذا طبقناها رح يفشل عندنا مو بس يفشل يفشل وممكن يصير عندنا مضاعفات تنتج عندنا أمراض أخرى فيا ريت تكون المتابعة عن طريق ناس مختصين في هذا الموضوع لأنه هو موضوع يعني كل شيء كويس وإحنا يعني أنا من الناس أكو كثير من المرضى اللي طبقوه ولكن باستشارة ناس مختصين يعني نجاح والله ما يعني أنا ما كنت متوقع هالشكل بس طبقوا أكو ناس لا بالعكس طبقوه بطريقة خاطئة وصار عندهم مضاعفات وفشل عندهم فلازم إحنا يكون تطبيق يعني البرنامج يكون بصورة صحيحة باستشارة أطباء مختصين أعيد أكرر أنا دائما لازم حتى لو ما أطباء الناس مختصين بحمية الكيتو ومو أي واحد أو أي وحدة طلعت لي بالتلفزيون هي إيها السمناتي وقاعدة تحكيلي على الكيتو تضع في نفسك أول مرة وبعدين أو يجي يقعد يأكل يجوني المرضى والله أنا كشي معاعد أكل وعد أعمال ريجيم وهي بس تتريق وتتغدى وعصروني والمغرب وبالليل نصبت الكيك ونصبت الببسي ونصبت معافيش ونقول والله أنا أعدى أعمال ريجيم فأنا أعمال ريجيم بصورة صحيحة شكرا جزيلا مرة أخرى للأخ دكتور هشام إبراهيم العلاف وإن شاء الله يعني هو وعدنا أنه تكمل لهذه الحلقة أنه المتابعة يعني متابعة المرضى إحنا ما نظر أن نستمر على الكيتو أنه ما بعد الكيتو حمية الكيتو المريض يعني شنو شيء اللي يستمر عليه حتى يحافظ على وزنه ولا يرجع زيادة بالوزن طبعا يعني موضوع بعد أكوس يعني من شاء الله هذا الموضوع إن شاء الله هو وعدنا خيرا وحضروا الموضوع وإن شاء الله نلتقي بحلقة أخرى شكرا مرة أخرى للأخ دكتور هشام إبراهيم العلاف طبيب اختصاص دكتوراه طب أسراء أرجع وأذكر أهلي وناسنا في الموصل وفي العراق وفي كل مكان أنه إحنا الوقاية من كافة الأمراض مو بس فقط من فيروس كورونا أنا بالنسبة لي ألتزم بشروط الوقاية الصحية حتى أحمي نفسي وأحمي غيري وما أتعرض إلى مرض وممكن أعدي ناس كبار في السن وأفقد أعزاء عليها أنا شغلة بسيطة أنه أنا هاي الكمامة ألبس الكمامة بالأماكن العامة الأماكن المزدحمة يعني ما أنا قاعد بالبيت وليبس الكمامة قدام مغتي حتى لا توشعني معبس أو ما معبس أو مثلا لا توشعني ضيج لألبس الكمامة قدامها هاي يعني بطلوها الأفجاري أو ميسك الكمامة هو ميسك الفيسبوك وعي يضحك وهذه عي يترسل حتى لا مغتوا تعوفة أشنو هي أشكو خلف الفيسبوك فالكمامة ألبسها بالأماكن المزدحمة يعني مثلا إذا أروح إلى مسجد أروح إلى جامع أترك مسافة بيني وبين اليمين لا نقول لي معود والله ما أكو لا أكو الحمد لله أنه الإصابات مو هذاك الإصابات الكثيرة ولكن إحنا نحاول قدر الممكن أنه نقلل من الإصابات ونقضي على الفيروس إحنا بلبسنا الكمامة كمية الفيروس اللي تدخل إلنا رح تكون قليلة الفيروس رح يكون ضعيف عندنا إحنا بيدنا نضعف الفيروس وبيدنا نقوّل الفيروس إحنا لبسنا الكمامة عملنا تباعد اجتماعي أترك مسافة متر بيني وبين شخص ولبس الكمامة حتى إذا دخلت كمية الفيروس إلى جسمي رح تكون كمية قليلة فبهال حالة أش رح يصير ما رح تكون الأعراض قوية يعني أو شديدة على المريض يعني أكم دائما أنا أذكرها شدة الإصابة تعتمد على تركيز الفيروس الموجود داخل الجسم بالإضافة إلى مناعة الشخص يعني الناس اللي مناعتهم قليلة مثلا كبار العمر اللي عندهم أمراض مزمنة اللي عندهم أمراض بالكيلية اللي عندهم أورام اللي مناعتهم تكون قليلة هذول إذا ينصابون حتى لو كمية الفيروس تكون قليلة ممكن أنه تكون الإصابة شديدة عليهم فأشقد تكون الفيروسات قليلة داخل الجسم أشقد الإنسان الأعراض تكون خفيفة عليه فالله يحفظكم أنا ألتزم كمامة ما أدقلك البسك فوق ولكن أغسل إيدي أو ما أخلي أطخ عيني أو الأنف أو الفم إذا إيدي ملوثة وأعمل تباعد بإذن الله تكون الإصابات خفيفة وما أحد ينظر وما نفقد أعزاء أحباء علينا فالله يحفظكم ما نريد منكم غير بس يعني الكمامة بالأماكن المزدحمة تروح على عيادة الطبيب تروح على مستشفى تراجع دائرة حكومية فتت بمول فتت بسوق رحتم على حفل الزواج ولا حفل الزواج يش تلبسهم كمامة من يلبس كمامة حفل الزواج ولهذا إحنا أكثر الإصابات تجينا كنراحوا على حفل الزواج أو مناسبة أو فاتحة حتى اللي يروح على فاتحة يعني الأهل المتوفي الله يحفظكم الله يرحم ميتكم يعني أنت من تقفهم طبعا أنت إذا ما لابس كمامة الشيء يكيد اللي راح يجي ياخذ مخاطرات راح يبوسك فأنت يعني أنت ويقف يعني أنا كشعته أكو مجالس فاتحة أهل المتوفي ليبسين كمامات ومياخدين احتياطاتهم يعني حتى لا يخلون حجة للمقابل أنه يسلم عليهم فالبس كمامة ما راح تخسر بها شيء ولكن راح تحمي نفسك وتحمي غيرك لأنه ممكن شخص مصاب يجي ياخذ مخاطرات بوسك جاء شخص اللاخ ما بينه شيء أنت نعديت وهذا اللاخ نعادة فإحنا مجتمع يعني مجتمع شرقي يعني عندنا المحبة وعندنا التآلف وعندنا يعني ناس تتقارب مع ناس ولكن خلي نحافظ على صحيحنا والموجودين عندنا وإن شاء الله الكل مشافين معافين شكرا مرة أخرى لحسن إصغائكم أرجع وأكرر رابط الحلقة مشهور على اليوتيوب تحت برنامج الطبيب والناس أذكر أخواني الأطباء اللي يرغب بالمشاركة بالبرنامج أبواب البرنامج مفتوحة للجميع كل من حسب اختصاصه شكرا لقناة المنصلية وشكرا لكادر قناة المنصلية على هذا البرنامج إن شاء الله نتمنى يكون بفائدة ولا تنسونا من صالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة